اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان ما يربط مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات راسخة تستند الى تاريخ ممتد من الاخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتحظى بكل الرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله جاء ذلك لدى لقاء سموه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بمجلس سموه بقصر الشاطئ بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان والشيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون الانهيان رئيس مجلس إدارة مطارات ابو ظبي وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المسؤولين بدولة الامارات العربية المتحدة والفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها سموه إلى أبو ظبي حيث نقل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخيه صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظهما الله وتمنيات جلالته لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمزيد من التقدم والنماء ونوه سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الإماراتية من تطور يدفع بمسارات التعاون والتكامل الثنائي بين البلدين نحو مستويات أكثر تميزا معربا سموه عن الاعتزاز بالمحطات المضيئة في تاريخ البلدين للمواقف الداعمة والمشرفة على كافة الأصعدة والتي تؤكد على الروابط الأخوية ومتانة العلاقات الراسخة وقد رحب صاحب السمو ولي العهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالزيارة الأخوية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء منوها بما يربط بين البحرين والإمارات من علاقات متميزة ومؤكدا أهمية الدفع بها نحو أفق أرحب كما تبدل سموهما خلال اللقاء التهانية بشهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك داعيان المولى عز وجل أن يعيد المناسبتين على أبناء البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن وخلال اللقاء جرى استعراض التطورات الإقليمية والدولية وجهود البلدين ومسارات التعاون بينهما ضمن الإطار الثنائي والدولي في مواجهة التحديات والتعامل مع التطورات هذا وقد حضر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تكريبا لسموه والوافد المرافق